اشتركوا في القناة نجم الكبير خالد شليمي نجم متخل بطني ونادي النصر الكوتي حياك الله في تفاصيل مع مشارك الله يحييك كبار تفيك وأنا سعيد أن يألتقوا إياك حتى في برنامجك هذا تعرف معزتك يا وحمد الله يباركي أنت كذلك أنت محمد وحمد أنا عزيزين علىك ما يحتاج يا أخوي وحمد بيبتي على طول في مفاجأة أن أنت برابعة ابتدائية تقريبا كنت مدافع صحيح شي تتكلم عنها على أيام ظاهر مرزوك سعيد أو العصفور ويعني أول مرة يصير مدافع مشهور يعني العادة المهاجم يكسب الجو صحيح أنا طرع على بالي مرزوك سعيد شو مرزوك سعيد نشيط ما شاء الله قوة قوة ونشاط صحيح فخلص صرت دفاع 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 مشيت على هذا النوع تقليد حكمه سعيد بس أنت أبو أحمد مهاري ما يحترام حق الكابتن كبير طبعا ما كنت مدرك وإنت ستايلك يختلف ما كنت مدرك شي هذا إلا بعتين لما داشية المتوسط إه يعني بيّن يعني عند الله يرحمه الأستاذ أحمد البصري بوسامة الله يرحمه كان فيه شملان بن علي وأذكر كانوا عزيز حسن وخالد حسن أخوه ما شاء الله عدل عباس كانوا إيانا يأخذنا أحمد البصري ومباريات كلكم مدرسة واحدة بو أحمد نعم نحن مدرسة واحدة عمرية وعب دوام يأخذنا وأبننا ساعة من الساعة من الساعة مباريات وهو كان بنات تضامن وين هذيات يعني كان شاطر فيها صراحة فمن تشيط المتوسط صرت ألعب لجد دامعات خلاص وقعد دفاع بدأت تاخذ ملايك ايه ايه دفاع لا أحد يدرك لا أقوار ولا مهارة كلم لش ملايك ملايك دفاع ولا صوبك تكلمني الآن بو أحمد نبي نوصل لمرحلة نادي النصر شحقي أخترت نادي النصر بالذات شنو الظروف عمي الله يرحمه مطلق شليمي الله يرحمه كان رئيس نادي النصر وسبحان الله أنا ما كنت تدري لنا رئيس نادي النصر أصلا ما كان عندك علم ايه يعني عمره 12 سنة مو مو متفتحك هالأمور نهائيا ما أدري ويكلمني الله يرحمه البصري أحمد البصري قال لي نبيك تجي التضامن تخلصه أنا ما عرف الأندية مو بايل الأندية عرف مو بالك بو أحمد القاتسية ايه العرب القاتسية تعلم بس لاعبين لكن موضوع التضامن النصر مو مو غالي فقلت خلصه رحت قلت حق الوالد الله يرحمه أنا أكلمني أستاذنا أحمد البصري عشان نورحنا التضامن الظاهر الخبر انتشار ووصل حق عمي الله يرحمه قال لي هو رئيس نادي النصر ايه ذاك الوقت رئيس نادي النصر ايه ايه كان يمر للبيت العمرية يعني شو وين التعصب كان نادي ايه قال شاي نادي قال ليش تريد تروح يا بوك تروح حق التضامن هذول عداءنا يدير 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 قال ليش قال تعال نادي النصر أنا رئيس نادي النصر الحين أنا أبوك رئيس نادي النصر وتروح حق التضامن زيه قلت خلص قال باتر تجيني النادي شان من باتر أكشت في البصري يرحمه وعلى طول كان يسجلوني النصر اليوم كان لهم 12 سنة أذكر منذ الـ 74 تقريبا ومن ذاك اليوم داشته سجلتنا للنصر في الـ 74 وبدأت مرحلة التألق بو أحمد على طول الفريق الأول تذكر أول لعبة لك بالفريق الأول ايه مع النصر أذكر في الـ 78 كان الدور المشترك دور المشترك على ملعب شركة نفط الكويت لحمد لحمد كان ماخذ نادي الشباب لعبنا مع الشباب أذكر أذكر حتى المدرب لأن فيه مهاجمين يعني أحسن مني كانوا مثلا حمد السبتي الله يرحمه الدرهاب الخليفي وغيرهم المهاجمين اللي كانوا أحسن مني بحكم صغصيني طبعا وقتها راح قام يحطني الوسط هو بيلعبني بس بيلعبني وسط أنا ما أبي أرعب وسط أبي أرعب الجو فأول لعبة كانت لي أذكر على ملعب شركة نفط الكويت 78 كان يسمونها الدور المشترك لما كان منتخب عنده مباريات يعقف الدوري فسووا الدوري هذا كملوا المسمى هذا حتى بأواخر ثمينات هم بعد صار دور المشترك إذا سافر ومتخبه وصار كانها بطولة تصير نوعا ما تنشيطيها من غير لعبنا منتخبه وببط حطوها مسمى كأس الاتحاد أيوة صحيح فعاد هذه أذكر أول مشاركة لي في السنة دي 78 وكنت وقتها 16 سنة يعني يعني قاب كبير بيني وبين لاعبين درجة لولا وقتها كنت صغير وما أخذ وضعي بفريق 16 يعني راهي اللاعب المهم الموهوب الفاركة وآخر براء أخذ براء أذكر يمكن تحت 16 وإيال يرموك لعبت وحطيتها ثقوار هنا يسحبوني عضو ودوني الفريق الأول طبعا هنا صارت مشكلة بالنسبة لي وياهم أنا يلعب هجوم يا ما ألعب أنا ما أحب ألعب وسط لعبوني وسط قصر وأنا كنت متحمس أن فريق الأول لم يخالف راضي ألعب وسط صحيح كملت وسط يعني سنة 79 بداية 80 لا قلت حق المدرب أنا كنت ألعب تحت 19 وفريق أول قلت إذا ما ألعب هجوم ما أجي النادي ألعب تحت 19 خلاص رحيل هي ألعب هجوم أنا عندي راضي للعب قال لا أنت مو مستوى فلان مستوى فلان قلت لعبني جربني 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 شان أكشت جرب جرب يعني أنا عند واحد كان ما أخذتها أنا فأنا زين وأنا زين الثقة زينة بس أحيانا لازم تعرف أني أخذك لعبين أكبر وإنك أكيد أكثر خبرة لازم تصبر شوية لكن أنت صغير طبيعي تحصل مفهوم أنك تصبر مو عندك صحيح في اندفاع طبعا تخيل أنت يحطون صوتك الجريدة مثلا المدلسة تكلمون عنه المدلسين نادونك ها اليوم لاعب مبارات كان شيء كبير 16-17 شيء كبير وبنادي النصر من القاتسية حد النصر كان أندية أطول صحيح لا جماعة لا أقصد مناس جماعية القاتسية العربي الكويت صحيح ها في مقابل فقلت له يا أنا هجوم يا ما ألعب قال لي طردني من لعب قوهم والله زين طردني لقوهم وخلاص راكب راسيا قاعد شميو شان يمرني مسير العدواني اللاعب والمدرد صحيح الخدير نادي النصر اللاعب لاقتي زين وياه ويبنى أنا صغير وهو وياي من صاعات درجة أولى قام يعني يهتم فيه صحيح والحقيقة كان يهتم في أغلب اللعب الناشية بس أنا صارت صداقة وياه كان يمرني البيت شوية كان كذا أتكلم كان عنده زد يا رسيك زيك والشباب طائرين بالزد من ذلك الوقتين فراح رد للنادي رد للنادي طبعا يبدو أنهم رتبوا أني ألعب هجوم حلص فصار مبارك من والحين غادسية فرصتك يا أبو عبد غادسية وأنا حاطين يقول يا أنا بلعب هجوم يالا وين كأن تحدي جاسم يعقوب يصل الدخيل عبدالعصور كان يلعب الحربان يعني أنت تكلم على ذاك الوقت يونس غيف يعني دلعب الرسول كانوا فريق القادسية يعني يدش الملعب يهزك الجمهور يهزك أول لعبة هذه تكون دلغة أول لعبة لعب لهجوم المهم أنا اللحظة هذه ما أنساها واللي عطتني باور قوي إحنا كنا القادسية كانوا يرجعون الكرة بداية السنتر أنا واقفني وأظن أبو لاب خيب كان يقول يجاسم عقوب شلونك شليمي أو يعني أنت يسلم عليك جاسم عقوب شليمي جاسم عقوب يعرفك شلونك شليمي هذا باور باور قوي ست والله يعني جاسم عقوب أفضل لاعب يعني مر بتاريخ الكويت وجهة نظرك هو الأفضل بتاريخ الكويت وأنا أنا هو يعني كان منتخب أنا لاحق على أيام بدون جاسم ما يقدر يسلم شيء منتخب فيه لاعبين أنت طبعا زاملت الدخيل كثير طبعا زاملت جاسم عقوب ما زاملت نحن كنتنا منتخب شباب وقتها سنة الثمانين نلعب ضد الفريق الأول لما كان يستعدون حتى أساسيال أو 18 فتستان سنة الثمانين عبضلتهم اليوم فذاك أعطاني باور قال لك شليم يعرفك هي قل أهل المباراة بدعت صورت نجلة مباراة أنا وجاسم معقول يعني تخيل أنت تحب تقول كورنا كورنا وجاسم معقول براك الكورنا يرد يرد يدافع والله كان خطوتين وصعت حط طولة بالقول خلاص خذيت وضعك القول هذا السنة ما نعلم فيه العلقات سية ما تلم علقات سية ما تلم وحط قول وهذه بدايتها يعني أعطاني فرط نفسي على المدرب بأدائي يعني يعني قلت لك عني يقول دبر نفسك قط اللي وياك كيف قطي من وتيب بس خلاص ومنها ثبت خلاص مو وصل خلاص بأحمد أنا راحية حق مراحل كثيرة خصوصا المنتخبات الوطنية بس أنا طلمنا التكليم عن نادي النصر وللأسف نادي النصر في فترتك وحتى الفترة الحالية حققوا بطولة واحدة محلية اللي هي بطولة اللي قبل سنتين أعتقد كاس الاتحاد صحيح المسمى أعتقد صح كان مدربهم دكتور محمد مشعان أذكر فهذا بطولة الوحيدة في تاريخ نادي النصر صح كان في فرصة تاريخية بأحمد بعهدك ونت كنت كابتن الفريق ونت كنت أعتقد في عودتك للمنتخب في عهد ما تشالله صح الوقت صح صعدت والنهائي المعروف المثير اللي طلعت فيه فريق كابمة جيلهم الذهبي صح صعدت وضد العربي شو اللي صار محمد والله سبحان الله شوف احنا كنا ماسكين مبارا مالكين اللعب يعني بمعنى صح فيه ثقة فيه لكن شوف سبحان الله التوفيق يعني أذكر ثلاث فرص هيعته فرص كثيرة ثلاث فرص أقوال يعني مضي من ضمنها كرة لي أذكر قريب الستة صارت درباك الستة كان ما أدري من ناس كلمان تمان كان هوش اللي تني برجع وراء هوش تنرد ولا الكرة حطها صدري بحطها حط بالقوم حطيت يعني خلاص بروح أركض ولا أحمد جاسم ماد يدينا ورجو لأ شيري حين كان طق الطرف ورجو على الستة يعني يعني هدف لو شايتها حين قوم لكن يعني يبقى الأمر سبحان الله أنا أقول صار فيه أخطاء تكتيكية اعتقد علي الشمري ندرب الكبير القدير أستاذنا الله يعطي الصح والعاف المشعل حبيب الكل صراح صحيح صحيح كل حدة اعتقد أن أنا يعني أدائي نزل ومضايقني هذا المان تمان أنا قلت أخر خمس دقائق وست دقائق خلنا هدي واضح أن الضراب سير صفر صفر علشان جهز حق الإضافي شان تطلعني فاجأني فاجأني صد طلعك قبل القول حدثت أحمد الشهير آخر ست دقائق يعني ترى دقيقة 84 أنا طلعني وهجمع أكسية أعتقد خطأ فرني دفاعي صارت أنا عقب دقيقتين دش قول عقب ديقتين دش قول وأنا أشوف خطأ تكتيك يعني اللي سوا يعني يمكن من جتظر ذاك الوقت إنه لازم نسوي شي لكن أنت اليوم عندك لاعب موقف لاعبين اثنين يعني بس مجرد أن يوم حاجزهم إي يعني ما في مجال نجد كان واحد ما سكني أي مكان أروح أي مكان إمي نسار وراي يعني ما لشغل بالكرة أنت فنبسك خاجز فأنا أروح أسحبه وحط روية ثاني فتصيل مساحة تفاضي المنطقة اللي بالنص هني المدرب القدير على الشمر ونجه نتظري طبعا سحبتي أنا أشوف إنه كان خطأ تكتيكي مو متحلي نفسي هني أنا ما خالف أخذ فترة شوية ريح وشو بعد بعدين أكمل هني العربي كأنهم يشال عنهم هن بدأ يصير أجرأ جدام قاموا يد الشوح هنطوروك عدين أنا خطأت والله طلعت وهو نفسه ومشاعد ضغط الجمهور شوان كان عليكم لا تعود نحن مع أن أنا كنت أشوف في مبارات لما أنا أذكرها كنت أطالح من التلفزيون حسنا خصوصا الشرط الأول أبو أحمد كانت تقريبا سيطرة كاملة كاملة استعواث تحديد كل شيء كل شيء كل طرق اللعب أساليبها تفنننا يعني صج وكان فريقنا في أفضل حالات فستو عليك قبل نهاي ذهاب وإياب وإياب هناك معلومة لا أعرف صحتها صراحة أتأكد لي هل الشيخ ناصر صباح الأحمد الله يرحمه يغفر له كان في موسم 85 ارتقى أن يسحبك من ناصر للعربي اي الله يرحمه صحيح المعلومة وسنة 85 اذكر أن جانا المخلد النائب سيت اسمه أبو أحمد عرباوي وأحمدين المخلد نحن عندنا نصين نص قادسي أجعز المخلد الله يرحمه أسر عريقة صحيح هذا أسر عريقة صحيح صحيح جاء النادي واجتمعوا ويا الإدارة ونادون يطلعوني من التدريب قاعد قال أنا كلمني الشيخ ناصر صباح الأحمد وشيخ مفتوح لكم حط المبلغ اللي تابعوني والله أخي اللي تابعوني أحطوه بس إنه نبي خارج ورح العرب طبعا ما أرضى والنادي وقتها أنت تكلم على يقول لكم مبدئيا حتى الله يرحمه كلمني الشيخ الله يرحمه وقال أنت لك مئة ألف ما لك شغل بالنادي غير النادي ما لك شغل بالنادي مئة ألف باقي الوقت مليون بسجل فتحمست والنادي والنادي ما أعطني فرصة عقبها يمكن بأشهر الله يرحمه المشاري يوسف المشاري الله يغفر له أذكر كان في المنشآت في المطر كان عميد فاتصل فيني الله يرحمه وكان عندينا تلفون سيارة وقتها واتحاتش أبداك الوقت واعمل تبت الشخ فقال لي أبيك تمرني المكتب مكان كذا كذا رحت مريث قال حلنا بيك أحد سيارة أنا أكلم بنبلس أظن ماذا بنبلس أي سنة لا كان إنجليزي شوف مرحلة يوسف المشاري الله يغفر له أقريبا من مرحلة تكلم من هارض العربي 85 86 بعدها لأنه كان عنده مشكلة بالقلب الله يرحمه بضغ بضغ فلتودي أنا ودي أريد أن تسيارة يعني أنا أريد أن أطلع من نادي تبي نادي جواهيري وتبي لفل أعلى أنا أنا اكتشفت أن اليوم الأندية هذه أندية الضل اللي مو جماهرية اللاعب يتعب يحفر بالصخرة حفر حفر يا الله يوصل منتخذ عشان منتخذ وعشان ثبت نفسك أهم يبيلك مرحلة ثانية دبل باور عشان ثبت نفسك كأساسي فما تقدر يعني تاخذ هالجماهرية اللي مدش هالأندي وأنا كنت أشوف يعني أمثلة مو يدي الحد كان احتياط يوم منتخذ ما كان يأخذ فرصة حقيقية فرصة حقيقية لما كان بخيطان ايه انتخذ قادسية خلاص من يقوم مؤيد يديش يسخل جمهور كله يقوم انت اليوم أقوى قاعدة جماهيرية قادسية وعرض صحيح يقوم يسخ وعب منهم قامت الدنيا حيال الحماس والتشجيع لاعبين كثير مرة وانتقلوا القادسية وانتقلوا العرض صار بوابة الوصول منتخب بسهولة اكيد انا كان عند الطموح هذا اني ابي جماهير ابي الخطوة هذي ايه جمهور يدعمني جمهور يفرضني بعد انت اليوم انت بمستواك مراضين يحطونك المنتخ وانت فرض نفسك صحيح فقلت لعله عسى هذي كنت باور بعد قبل فوافقت وقلت فجاء النادي هو بنفسه الله يرحمه اجتمعوا ايا ادارة النادي اذكر اخوي الكبير العزيز يمس عليه الطرق سعود من الرياضيين المخضرمين اللي فعلا النجومية رئيس نادي النصر سعود ادارة خلق فهم رجل نظيف كثر ما تقول محب للنادي فالرجل قال لي قال لي احنا ماني بيترو احنا محتاجينك احنا والنادي عقلية والد النادي عقلية الغديمة الموم كان عنفص عليهم يتلك خلاص ايه بغلتك فرصتين اقولي فرصة بس يعني اشوف نفسي المهم وقتها عن نادي وقتها كان اللي يطيح درجة اولى ويطيح درجة ثانية مرحلة عساسة كشت طاحة كم زين درجة ثانية ايه وطن الستة وثمانية ممكن هذا ما ينصي مرحلة النادي زعلان لما طاحوا درجة ثانية مرحلة مرحلة زعلان ايه زعلان هذه مرة ثانية خلال فترة قريبة زعلان يكلموني من النادي وانا احبهم صراحة يعني خاصة دامر مزيد دعمي يعني اب روحي لنا كان الله يرحمه يسكن الجنة الله يحر كان مشرف فريقنا كل اللعب ينحبونه مخلص للنادي من هذا النصر وهو اللي قال لي قلت أنا عوضوني مو معقولة بعد كل العروض هذي يبيعطيك مئة ألف قادس يبيعطيك كده مو معقولة عوضوني قالوا خلاص نعوض ويبدو انهم يعني اضغطوا عن السمط ويجمعوني يعني مبلغ وعطوني ورديه منها يعني على الأقل الواحد يحس نه تقدر تقول مبلغ سالفة قديمة بواحد لا بلاكل وقت أنا أدري أدري الطريقة أدري الطريقة يا عشرة يا خمستعشر ترى حتى عشرة خمستعشر تتكلم مو شي سهل أنا يعني الله يتزاهم خير صراحة كنادي بإمكانيات نادي النصر راضوني يعني حسيت انها يعني يبوني شارين شارين تدري خلاص توبة سكرت باب سكر وركز على أي نادي وفعلا صعدنا در جولة لكن يبقى كان طموح وحب أني أروح هناك القادسية أني كنت أحب جاسم عبوب والعربي جاسم اللي يذكره كول واحد جاسم سحرة يعني تعاملة وإخلاقها صحيح صحيح يكسبك ولا يهنون الجميع جاسم صحيح مميز بهذا الموضوع ولا عنده قمة بالتواضع كبر هذا شينو العب هم متع السنة أنا أقول له شلورك شليني كبيرة كبيرة حالي كبيرة حالي أحصى من اللعب كبير صحيح جاسم عقوب ولعب جاسم عقوب صحيح أحصى الحين ما شاء الله الله يعطيه الصحة والعافية أربعين سنة من اعتزل جاسم عقوب يقول تكلم يقول لك جاسم عقوب لأنه لم يتسد مكانه صحيح 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 حتى الأجيال اللي صارت وراء لم يتسد مكانه قبل الله أنتقل لمحور ثاني خلنا استقل بصفتك أنت زاملت لاثنين ولو أن جاسم يعقوب فترة بسيطة جدا لكن الدخيل زاملته فترات أطول ومع المنتخب منو عندك الأفضلية الفنية أبو أحمد لما نقول لك الدخيل وجاسم طبعا اثنين هم قامات وأساطير لكن بوجهة أفضلية فنية فيصل فنية لكن أنت حاجة الفريق وتأثير على الفريق كلاعب شكل عام أشك فيصل الدخيل لما أعطوا لقاب الملك قل ملك استحق أجل فرض نفسه في تاريخ الكرة الكويتية والخليجية صحيح والآسيوية بعد لاعب نجوم العالم نعب نجوم العالم أجل يعني فعلا حفر اسمه بتاريخ الرياضة صحيح صحيح يعني من ما تقول ماركة فأنا أشوف فيصل الدخيل لاعب دراز كان بوقتها دراز عالمي كانيات الجسمية شوهتي ميني سار المراوغة السرعة التكنيك تكنيك عالي هي قدرت على احتفاظ بالكرة الرجل حتى يعني يكسبك بالمبارة أي لحظة يطلع تكلم على فنية كيف صدد أخي شيء بو أحمد شوف اللي عرفك ونحن أبعاد عنك نحن أبعاد شخصيتك عادل يا بو أحمد فيك صدامية شوية يعني ما عندك مشكلة طبعا بحدود الاحترام طبعا لكن من النوع اللي ما تحس إنها إن هذا ما يكوّم ظلمت ما عندك مشكلة إنك تواجه تواجه أنت في مرحلة المنتخد في سنة 84 مراحل بداياتك صحي تصادمت مع الشهيد بلإذن الله الشيخ فعدل الله يرحمه في بداياتك صحي شو اللي حصل اللي حصل اللي حصل الله يسلمك كان استعداد حق دروة الخليج يعني أنا دشية المنتخب عقب ما اعتزل جاسم يعقوب عقب الألعاب اللي أسوية بالهند إحنا صرنا الصرف الثاني ورا مباشرة خذوا المنتخد رحتوا إياهم برتقل أنا وخالد شبيب باصل عبد النبي يعني كنا مجموعة يعني طيبة رحتوا إياهم كل إصابات 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 رديت عالت زين صار دورة الخليج اختاغونا أنا كنت أذكر كانت الوالدة الله يرحمها كانت تعبانا شوية فأشوف أحد المشرفين ما بيذكر اسمه طبعا قاعد يجامل بعض اللاعبين شفتاني جدامي يطلع شم واحد ويردهم من باتشرة وين كنتم معسكر داخلي الاتحاد الاتحاد قلت لأ أنا شفتك أنت مطلع فلان وفلان تمام هذولا وياك بالناضي وأنا أدري أنت رجع تسوي تشيدي قال لا لا هذولا ما أخذين إذن من الشيخ يقصد الله يرحمه يغفر لأبو الشيخ في عدد لك أنا أدري أن أتشذب علي قلت زين ما موطوفني السؤال فأذي قلت لأ حتى أنا ما أخذ أدري من الشيخ سنطلع واحد خلاص قلت زين قلت في البيت ويالوادة من باتشرة طهر لجهة الاتحاد كانوا موزعي الفنائل حق المبارا شوي واللي يدش علي مدير المنتخب كان يأخذ الفانيلة شورت الأي واللي حقين هذه قال إحنا يوم أنتم من نظر من التشكيل خالد وكان يوم خليص وقلت ليش قال بس في تعليمات إنك طلعت المعسكر وما يصير سنوما يصير على الكيب وإنتم طلعين فلان وفلان وأنا أدري قال هذولا كان هذه اللي هم الشيخ يتحتى ناذي الشيخ كان العلمون عشان أعطي ظاهري وأروح البيت خلص طلعت يوم السبت أظن تصلوا في البيت الوالدة اللي ردت قالوا لها خليه يمر الشيخ اليوم في الصبح الساحق عش بالاتحاد شيخ فهد الله يغفر أطلبك الله يرحم أين قلت لهم أخو قالوا أمي ترى قالوا الشيخ أحمد الحمد الشيخ يبيك أكيد قالوا اتحاط أمي ترى أمي ترى كان أروح أقول لها الشيخ موجود الله يسكن الجنة الله أمي ترى قعدنا ما خالب شلوني وقلت والحمد الله يعني أنا مثل ما قلت شوي مشكلة أني أواجه كان يقول أنت سلوكك مزين يعني أنت فكر لجدامك الشيخ فهد لحمد هذا رئيس الاتحاط حدي شوية أو ناقشة بهدوء قلت أنا سلوكهم مزين قلت مشرفين كأخلاقهم مزين سلوكهم مزين يعني شدي شدي فالطريقة قلت أم سلوكهم شنو أنا بروح لأمي يطلعون فلان وفلان يتشذبون علي يقول الشيخ أذن لهم قال لي أنا أذنت لهم قلت حتى أنا طلعت شنو إذا طلعت رح تشفت الوالد قال اسمع إذا ما رح تضبط نفسك رح أوقفك على المنتخب شدي بنبرة حادة كل واضق شم كان عمرك أبو أحمد بذاك الوقت بدايتك حزتها صح مع المنتخب الأول كنت من الشباب وممكنه طريقته الله يغفر له إن شاء الله أموت المسلمين يبي يعني يضبط شوية بعض الأمور أبو أحمد طبعا شنو فعلت زي قال ترى أوقفك على المنتخب تمام متوقف خلاص أنا خلاص أغيرت اي المنتخب ما تبي قلت لا ما أبي المنتخب إذا تشري ما أبي المنتخب ساوم قال خلاص روح عدت النادي وقف قال توقف على النادي ألعب بالشارع خربت معك هو عصب على خلاص خلاص روح روح قم قم المنتخب روح وأطلع ولا يبلغون النادي بنفس اليوم رايح أتمرن بالنادي ولا معصب الله إذن كنت جنم هل لي فرهود كان رئيس نادي فهد الأحمد الله يرحم الله يرحم ولمعصب العين نادي ليش سويت لي الحين راح يوقف نادي خال يعني راكب رأسي فسبحان الله يعني بعدت على المنتخب ما ردي إلا بناء على الطلب من مدرب اسمه مالكوم أليسون تعاقد ويان كويت تحاد الكويتي فأول ما حضر أنا طبعا ينقل للحوار العلام الكبير القدير هنا الكبير جابر نصار بنصار مساء الله بالخير كان مقرب للشيخ الله يرحم الله يرحم فتقع علي شلونك شخ بارك ها جاهز نفسك جاهز نفسك راح أردو لك لو انتخذ مثل صج قال والله شو بهالأثناء بهالأثناء هذه تذكر مبارات سوريا والكويت اللي صارت بالكويت هنا تصبيات كانت أعتقد اللي تعادلنا صفر صفر أعتقد العبو ثلاث العصر صح أحنا شو بهالأثناء كنا لدينا أولمبياد الجامعات في الروح جامعة الكويت عندها أولمبياد عالمي في اليابان أوساكا في الـ 85 فحبوا يلعبون إينا المنتخب مع منتخب الجامعة منتخب الاحتياط يعني الاحتياط الصف الثاني صحيح أهم لعبين كانوا لعبين عندي يبعد يعني مو سهلين ونلعف في المنتخب وغلبنا في المواحد وغلبنا في المواحد هذه رسالة كان يمسكني ميقيل بيريرا كان وقتها فهو مدر المنتخب لما خلص الوقت كان يمسكني كريزي كريزي يقولي والله يقولي أنت مجنون مجنون يعني المعنى يرجع اي اي فلما وريتم مستوى حبيت لما تعقدوا يا مالكم ألسون ورد جاء الكويت كان يكلمني جابه نس كان الموضوع جديد وراح يدقون عليك مو ما تجي قلت يبقى ما راح أجي قال لا أرجوك لا الحين بو أحمد قلت أنا خاب بعد تناجر ويا الشيخ الله يرحم قلت عليه كلمة ما تحمل بس انت واصل مرحلة خلاص ما عندي استعداد ما تحمل اي لأن حسن ظلمت والك السج ظلمت واجد ف قلت خلاص قال عشان خاطر كان أجي جابر نصار قاعد تخين جابر نصار قاعد كان الشيخ الله يسكنها الجنة الله يرحمه يغفر الله ان شاء الله فهذه اللحمة موجود وما لكم ألسون موجود وانا هو قاعد شكرا شلونك يقول لي يعني ها شلون حين هديت الحمد لله بخير قال احنا هذا مدرر المنتخب ونطلبك بالاسم يعني الشيخ الله يرحمه كان مختلع يعني اني انا لعب زين ف قال المدرر ان انا ابي كوياي تشد حليل توقي شاوة شاوة وهني رديت صارت وقتها توقف المنتخب لما صارت المشكلة حل الاتحاد اللي اعتقدت قبل كاس الخليج الثامنة بالضغط بالضغط صارت الاتحاد ووقف وتعلقت مشاركتنا انا احاطها لك سبحان الله بوحمد كاس الخليج الثامنة كنت انت مع الفريق ممكن اعتقد ما لعبت لكن كنت من ضم السكورشيت فتسجل البطولة باسمك يا بوحمد مع النجوم اللي معاك وكنت في التاسعة التاسعة اللي كانت هزة المنتخب طلع بصورة سيئة مشاكل خلافات فكلمني عن المرحلتين هذه الثامنة ولو بشكل سريع والتاسعة اللي كان فيها شكالية بوحمد بطولة اللي كانت بالسعودية الثامنة احنا اذكر تصلوا عليها تلفونات لما ردوا المنتخب عبد العيز المخلد المخلد الله يغفر له الله يسكن الجنة الله يرحمه الله يرحمه المخالد ذهب نقي على سجل الله يرحمه يغفر له فتقوا علينا وردينا المنتخب وتعرف اتحاد جديد يعني مو مو شخصية في هذه اللحمة لما تروح لما تروح مكان جدامك في هذه اللحمة خير في هذه اللحمة سبحان الله لك رزمة خاصة والله يسكن الجنة شيء غير محظوظ والله يا أبو أحمد أنت في هذا الموضوع سبحان الله صحيح هرحنا قمنا لعب تمارين تقسيمات 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 صح زكريا قال لي ها شيء والله كابتن أنا مفت بدنيا مفت بدنيا صار بشهر مو بشهر أنا أفكر فيك موني حتى الوالحي في الأولمبياد مالسيو 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 بستة وثموانية آيوة اللي أنت بدأت فيها نعم قال عاد رحنا خده البطول ممكن قاعد ثلاث مباريات تحت يام مالعاد رحنا حق عسكر لندن على أساس سي أول تجهيز لسي أول لعب الآسيوية اي فلما رحنا هناك سبحان الله بالبداية فيه اجتمام ما أشي فارغ نفسي ولا حسني تمزق في العضرة الأمامية ولا قطع بالآخر اوه ايوة ما لعبت تمرنت كم يوم كم يوم كم يوم من اللي كان حيانا كان فيه غلطة سوري بأم أحمد كان الهجوم أعتقد نفس البطولة اللي هي خسرنا ضد السعودية بلانتيات سالم مروان اي 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 احمود افليطح ضيع اعتقد مائيد احمود قول مائيد ضيع الهجدات هناك تعورت في المعسكر وخلاص يعني ترايقت عين نفسيا ما هي ما شمعها سبحان الله تصير جاس المنتخب تعور تحصل سبحان الله المهم ردينا وردوا المنتخب صار التجهيز حق الأولمبياد تصفيات الأوياب الأولمبياد سي او فريق ماشي زين لعبنا أول مباراة لما رد الشهيد الشيخ لأحمد الله يسكن الجنة نسأل الله أنه تقوت بالشهيد أول مباراة مصر مصر تخيل ما هذا العربي الجمهور على تراك المضمرة مليان مليان يعني أنت على خط الملعب وجمهور تراك هذا صد ود مصر أنا كنت بالفورما صج جاهز خلاص صبوح ولعبت أساسي ود مصر المباراة الثالث الثالث الرابع الخامسة السادسة يبلغني واحد قال باتش رح يقول نكال خط ليش لاعب ولا إعلامي ولا إداري إعلامي قلت ليش قال يبدو أن في تدخل مثلا من الإدارة لنما يخال شفنا مستوى هذا وكان أحد اللاعبين الزين لا يحمس مستوى فقال ليش ما تلعب لعبة هذا عنده جمهور هذا عنده كذا المهم ضغطوا عليه أنا لم أكن مصدق لك مصدق شيء أمبر ضد بوتافوغو مصدق زي نويم إدير أتفاجأ أو لا فعلا نلعب نلعب خمس مباريات أساسي بعدين برا مصدق في شيء القضية ليس قضية مستوى أول مبارا ثاني مبارا نلعب بعدين مصدق خمس مباريات وعلى آخر مبارا تنقض على الخط حزت الخط عرفت من اللي ورا أنه قال حب المدرب لعب عرفت فأني تضايقت قبل تصفيات لعبنا أول مبارا أذكر لعبنا رحنا قطر القطر تعدين وياهم صبر صبر لعب فريق اللاعب اللي كان حريص عليه أنه يلعبون وأنا أنقض على الخط موزين موزين وأنا عندي باور وعندي طموح ما سني يلعب تخيل أولا الآخر ثلث ساعة يقول للمدرب لأ آخر الساعة قم سخن عين بلعب قم سخن 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 باقي ثلث ساعة قال لي كل قفض قفض روح استمتع تأخذوا الكرة وروح وقفض ودش عليهم قمت فعلا أخذوا الكرة وقفض وروح وقفض وروح ودش ودش الفريق كان لا في خطورة صراحة تأتي المبارة صفر صفر وقفض دينا الكويت مع أني أنا شفت نفسي أني كنت أفضل من اللي قاعد يضغطون يلاعبوني مبارة ثانية وهي أفضل المنتخب السعودي أو العراقي العراقي طب العراقي بالكويت أنا احتيار بوقتها راحوا لأبناء وفزنا فيهم واحد أنا مدرك بأن اللاعبين اللي أهم أعمدت المنتخب استواهم بالنازل أهي وعلى رأسهم كان الملك يصل للدخيل استوا بالنازل ف فزنا على العراق فزنا على السعودية رحنا مبارات مقطع نيب الكويت لعب عبويانا أيضا صفر صفر رحنا على السعودية كرة اللي ضيعت هذه المشهورة شرايك نحط لك بو أحمد على نفس السياق اللي أنت بتكلم فيه شوف شوف فيسر شوف فيسر معقل شوف هنا قانون هذا كرتح حاليا حتى السنة الأخيرة كرتح بس قابل شوف فرصة هدف محقق انذار انذار سالم مروان وغير هذا شوف الله يغفر له توفر الله يرحم شوف بالبطيء بالبطيء بالكرة بالملعب هماشية تفعت شوط قطقته بسار أنا كنت بدزها بطوف رح عدون شوف لو تشوف البطيء رح تطلع البطيء شوف 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 ولو أنت من النهاية طايف الحارس يعني لكن سبحان الله تتحصل هذا صار سعودية وصار كنت احتياطة أنا وهم الفريق ما كان يعني أنت الفريق لازم يكون فرش نزلوني آخر 20-25 دقيقة وأدهت أداه زين المباراة كلها لو تشوف 25 كان أداه متاس صار عندي طموح أني ألعب ضد العراق في مصقب وخلص قعدنا سبوع كامل مباراة حاسمة كانت هي سبوع كامل تكتيك كنت أذكر فيصل الدخيل وأنا مؤيد مؤيد كان طرف ومؤيد مؤيدي اللي مباراة الفرصة الشهيرة ما تبدخيل صحيح بالضبط ف انت مرن كنت اليوم الأربعة لأن الخميس راحة يعني خلفي تعلم يوم يخلص 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 فاولات فسبح الله الشيخ الله يرحمه يسكن الجلة الله يرحمه كان يمشي ورا القوم رحت أنا لعبت للكرة نفس اللعبت له كان يسو كذي كان يقول يقول فيصل مو بالمباراة تسو كذي قال لا بالمباراة تغيغ سبحان الله شوف بالليل نحن باتر التشكيل نقعد كان يقول لي واحد من اللاعبين قال ما رح تلعب باتر ويقول الله قلت ليش لا أنا رح واضغ كنت نقل والله رح تشوف أنا باتر موجود من الملعب يعني ما في شي يمنع كل الأمور واضحة كانت بالتكتيك الأخير وكذا مهم ولا من باتر مدرب تشكيل فلان 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 كان يطالعوني اللاعب 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 ما كان كان احتياط شان يغمز لي شدي لو أنا مفور واصل حدي حدي واصل معني أطلعك تتبع تلعب عندك القدرة وتتبع تثبت نحن نتحق وفرصة خلي ألعب يا أخي كل اللاعب وغلط وكانوا ما كانوا زنين وصاروا وصاروا أنا عندي مكانية أثرت هاللقطة بوحمد المساعة أرغبناها لا 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 موليا ما لا تأثير على مشوارك مع المنتخب نهائي نهائيا نهائيا حتى فيس الله يذكره بالخير قال كان حطيت ها يقول قلت بعت شنسا أخذت وما ربطت من نص الملعب يعني هم ترى فيها صعوب أنك تاخذ قرار بعيد هوى تارس عليك والملعب ترى مو نفسه الحين ملعب شديق قبل محفر صخر يعطفونها صخر ف لما باتشل برا حطت تشكيل أنا مو فيها فصل صد ساكت بالعب ساكت قعد نحتي يال فريق مو زي بس الهجمة هذه تخيل بس الهجمة هذه على العراق والعراقين واقفين ويانا رب الكعبة الله يرحم هذا أحمد راضي كان يمي سوله في ايدي برضه ما تريد حرك من الخوف كانت أعصاب سبحان الله تزديدها واحدة حزمتها احنا التعاد والفوز لك لنا وهم لازم ينفوز لازم ينفوز أحمد راضي يكلمني الله يرحمه شديد شفايا يرجف يرجف الله يغفر الله قاد يقول ترى مرتبكين حيلا مرتبكين نقعد ننبرا بذات 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 حطه وقول آخر من الساعة مشان يقول يالله يتكرى بالخير راشدان شليم يقول سخن ما راح سخن والله ما راح سخن هذي مبارا ما تصلح لي لعبوا عن برسعي كلها كرة فوق فوق ما تصلح بها الطريقة قلت هات قلت حق راشدان قلت شنو ما ألعبانا ماش تهير خلت ولي فرصتي شنو متخب مشكلة النص مقعد ينقل مباراة كانت مشحونة وفيها التحامات قوة مباراة ما فيها شيء كان مباراة ترى مرفع الكرة من الساعة عبيد شون يعلو الكرة حق منه تعلي منه موجود فيه صار ومؤيد وأذكر كل هاجري عزيز هاجري كأنه كان تعور ولعبه كأنه كان تعور ولعبه أو أن والله أعتقد ما لعب ناسي أو ما لعبي أو أعتقد ما لعب كان مصاب شان مو وقت يقول لا 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 شان أقول حق سعى المدرب لعب وعنبار أنا ما أصلح لعب وعنبار تغير اللحبة كل الكرة عنبار ما شاء الله أذىهم أذىهم عنبار يعني سبحانه صار شيء خطورة أنا مدرك أنه مزعلان أنت خلاص أنت تفكر مصلحة منتخب إذا أنت ما تلعب إذا ما لعب الكرة تحت وطقه وباص هدان درجال هادفين مستعيلك أنت صحيح ما تبت الانتحامات اللي فوق جمبي زين بس هلا صحيح 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 العراقي وال يعني العالي مدينة صلحنا عنبر عنبر فعلا لما لعب ضربكهم خسرتنا هذه هي بداية انهيار النفسية اللاعبين صحيح صحيح خير أنت لاعب اللحظ خير أعتقد وقت فترة ضاعت كرة مثل هذه ورجعوها بعدين هي من رلات الأومر المهم آل ومحبوب ندور فيصل الحين بعد المباراة أنا أحب فيصل صراحة لسه قلب نظيف حبيب وف 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 منذ أقول لك سالفة على أيام الخلج لما قل لك اللاعب إذا أوصل مرحلة تشبع ما لخلق حدي تمر فرحت الدولة نواسي يعني هذا يصحو الدخيل وحرابير تاريخ صحيح وننزل وإحنا كنا نساكنين في فندق ببستان على البحر وإلا وقعت تحت والله يبشي وفواز والله لقيته يبشي قاعد على البحر متألم متألم كبيرة هذي والله تألم قلت لأ أبغاسي الحمد لله لي معنا اللي ضيعتها شفت لو أنا مضيعها أنتهي خلص صحيح صحيح أنت لك تاريخ إيش فعلك أنت ترد بالكويت تلقى الجمهور يواسيك يدرون أن أنت تقول اللي أصعب منها مو هذي بعد اللي أصعب منها هذي تحصل صحيح المهم مواصينا رديت أنا قاعد عندها محبوب محبوب رغت زين حيل بعد ردينا نفسية صفر أكيد صفر نفسية المنتخب الوائد خصوصا ضد العراق مالخ صار استعداد حد دورة الخليج يعني حاولنا تجاوز لكن النفس فيها شي يعني تقصد تاسعة أي صار استعداد لعبنا مباريات كالعادة خالت شليل المباراة ثاني مباراة آخر مباراة أذكر لعبتها بعد كل المباراة لعبتها الودية اللي هي حقل منتخذ رحنا هناك مباراة 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 ويقطر خلص التشكيل والتكتيك أنت أذكر أنا و صلاح حسابة أنا طبعا لعب مهار هنا أنزل وتحرك تنزل أنت بوكس صار مباراة استاذ الملك فهد تشكيل كان يكتفت هذا آرمسترون مدر أنا أقول لك ساد أنت وضعك لهذا آرمسترون تعرف أنهم أراغوزات كانوا المدربين كانوا أراغوزات شكلا هم مدرب لكن هدارة يتبي تحط اللي يتبي وتلعبه أو قبل لا يمسك قبل لا يمسك أنا سامع خبر أنه سيسكن آرمسترون ولا أواجه بالاتحاد قلت رايح يحطونك أنت مدرب وانتخب شو يطالع مستقرب قريش قلت قليف قال إذا صرت مدرب وانتخب أول واحد أساسي أنت لأن أنا مختلف رحنا مباراة قطر باشرة خلصنا التكتيك قعدنا بأستاذ الملك فهد حط التشكيل أنا عندي تغيير تكتيكي شوي يقول أنا مبالي يعني كل شي فالتكتيك رح يكون في خط الهجوم أنا بلحب إحنا محتاجين عامل سرعة محتاجين بدل عنبري وخالد رح نك على الهتياب مرة ثالثة وراثة ما تحمل طبعا التلفب بايخة بالاجتماع اللاعبين موجودين سمعون اينا قلت أنا أدري مو أنت المدرد والله شدي أشكائي كنت تحطمون نفسي هتلعبون عين أنتم قلت لا أبوكم لا أبو فريقكم شان شو تلق خربت يا أخي حطمون اللاعب خلاص خصوصا أن في ما يصير أنت قاعد كل ساعة تكسب تكسب هذه نفسها خلق تلعب لذلك أنا أقول واجد ظلموني واجد لكن شوف الحمد لله على هذا الظلم هذا الله يعني أكرمني بنهايات حياتي أني ألعب في المنتخب وعمري 34 سنة أساسي اللي هي بطولة أعمال هي أساسي خلنحط لك شرايك بو أحمد نكست الروتين شوي نحط لك هدف ضد لبنان أيام ماتشالله فيصل ورقبل هذه قلوبت والنتيجة أبو أحمد هذه المبارات تاريخية في بيروت من 2-0 لـ 5-3 أول سبت قاين كوراين شوف بسرعة ما يمديك تخليها الطريق والملعب تعبان الملعب تعبان الله يعينكم حك خير هذا الملعب هذا في مبارات ودية شوف لك روس من حمد الفليطح اعتقد ضد نادي بلجيكي هذي بو أحمد مبارات ودية هذا صح هذا نادي أظن لا أظن ممكن والله حاولت أبحث أعتقد فريق بلجيكي لا ولا صاعت لا أبو أحمد ما ذكرتها ناسي الفريق تصدق نكمل نحن على موضوع دورة الخليج دورة الخليج اللي صارت الفريق محبق دورة محبق خلاص يعني يعني كان ودهم أنه ما يروحون لكن يبدو أن الشيخ الله يرحمه قال كملوا ويمكن بيصل أخي ما كان الظهر يبي يكمل بس يبدو أنا ما أدري لكن يبدو أنه قالوا لا الخطع عليك أو الكمل لعبنا مع قطر صفر صفر ما لعبت طبعا صار الحدث أنت الكبير اللي صار بالاجتماع أنت كنت صرت دكة أو استبعدوك نهائي لا احتياط مبارات بمارات احتياط موجهة نظرك أنت قاعد يأخذونك حظ مونك خلاص هذه الفكرة اللي براسك نعم أنت مو مقترع فيك مثلا الشيخ مو مقترع في السواك تقصد الشهيد بدنا لا شخفاء الله يرحم الله يتغذل ويزعلم إذا قلت تدخل بتشكيل لا يدخل بتشكيل كل ندري هذا هذا وعلى رؤسال المراحل اللي باعتم أغلب رؤسال اتحاد منطقة الخليج وكان أفهم بعد مو بس مو درجة حصل صحيح فصارت مبارات لمراض يعقوني آخر تلساعة مدلل يقول لي قفض نزلوك عشان بس تقفض طيب ولي يلعو ملعب باش ما يقفض قال ملعبني ولي أديت عليه أديت زين حتى الجرائد اكتبت طبع إن لازم يلعب أساسي لازم ملعب أساسي مبارات العراق العراق في قمة مستواه بتاريخ تاريخ تاريخ الذهبي نعم لعب لهم أنا أديت زين أديت مبارات أديت مبارات كلها أداء زين طبعا في لاعب الكبار ما أدو زين خسرنا واحد صفر شوف على أن منتخب نفسيا منهار لكن الفريق قوي طلعت بشكل على الأقل نتيجة نقول نوعا ما محترمة ما نهار العراق العراق أعتقد في نفس البطولة خذاها على السعودية في أرض 2-0 صحيح عقب العراق عقب العراق صارت عاد المشاكل طلعنا من البطولة خلاص يعني ما في أمن أنك تحق البطولة نعم هني صارت جاءت نظر خلاص طهر يبدو أنه يغيرون يسوون هني صارت مشاكل بين اللاعبين والمدرب المدرب طرطور أنا لازلت أول كان أراغوز اللي هو أرمسران أكثر المدربين المسيكوين المنتخب أغلبهم أراغوزان واحد اللي ما رضى اللي بدورة الصداق والسلام سيت اسمه برازيلي ذكره أخونا الحبيب بطالة وليد الفلايج صورنا معه ذكره ذكر اسمه هذا سيت اسمه والله ما يحاضرني الشيخ طلال كان ضار مدرب متخب طلال الخالق وزير داخلي السابق إذا يبون شيء يصعدون مثلا لعبه فلان شان ينزل له يقول له الشيخ يبيك تلعب فلان شان يطال فلاذا تلعبه هد المنتخب ومش طلع هذا المدرب تحترمه صحيح بعدهم السكوز كولاري لكن الباجين للأسف هنا غاقوزات مشاكل صارت في دورة الخليجي التاسعة وبايا بيروح وجبر أن يروح وكلها نستحي من الشيخ الله يرحم الله يفرح نحن لا مكان أكيد اللعب اللي يقول له الشيخ الله يرحم روح لا يكتر مرة مرة نتمرين هذه من بعض يعني ضوحك أنا مجموعات أنا وفيصل الدخيل أظن ناسي من ويانا أنا وفيصل محطات محطات تسخيل نحن نسخل لبنة وزيت زيتون أنا زي الضحك مي الضحك نحن تمرين نعصر ندوخ نفسنا أخر واحد قايم منه غالي مفوز نحن والتمرين قاعد أضحك وما لا أخلق نفسيا ما لا أخلق خلاص بس المهم المترف شافنا أن نحن 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 ما أدري قال كلمة اللي هو ضعيف الشخصية أرمي سترونك أرقوز لأسف هناك مدربين صحيح قال لشان يقول المهم صار تنبيه شوف ولا هيا صار نلعب الكرة واشو واصل مرحلة ما لأخل قصر ما لأخل قصر خلاص شان يقول شوفت عدل بحق فيصل يعني يعني يشد على أنه تمران عدل شوفت عدل يقول ذا تمرزين بعد حق الملك وانت تقول أنا كنت ألعب مكان تتحلم تكون متفرج جاي تقول أنت عصب فيصل حقب صرح تصريح قوي تذكرة ناسي والله الدنيا تصرق المعنى على الأقل معنى أن الفريق أصلا محبط والفريق مجاهز وفيه تدخلات يعني أظن أظن معنى الكلام يعني دور حول هالكلام هل ما لعبت أركنونة أنا قلت لهم ما قد ألعب شوفت توقيتها ما لعبت أظن يمكن البحرين وأظن مباراة وراها وباقي السعودي آخر مباراة بتحصل حاصل اي وأنا قاعد تمرن يعني تمرن الخفيف هذا شان يجي من الدكتور رحمد سالم الله يرحمه اينا أنا أحب دكتور الله يرحمه اينا فأنا أقول لها يا خالد أخبارك قالت الحمدلله أنا طالع شديد يجي الله رضي الخير يوسف الهتامة الله يغفر لا توفى الله يرحمه لا يوسف الهتامة يقول له المشرف السابق لعب قد سيزار نعم توفى الله 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 يرحمه ونعم الرجل والله اينا اما بالعدد اينا الله يغفر رحمه شان يقول ها خالد شلون الحمد لله مبوز أنا مبوز ما لا يخلق كلمة تكلم كلمة ها شي شان يقول شلون على باتش ما أبدأ لأن الشيخي تلعب بكرة شان طالح أبحث الشيخي يبي نعب بكرة قوله ما أقدر لعب ما متعور ما أقدر لا عيب الكلام ها تقول لي عيب عيب عليكم انتم إذا ردينا الكويت لا تاخذوني بس خلاص أبو أحمد والله شدي يقول إذا ردينا الكويت لا تاخذوني دمرتوني حبتوني لا تاخذوني زين لا تاخذوني تضايقوا على الصباح طبعا قالوا كلام الحمد الشيخ طبيعي هيرمية لعبنا المباراة أنا ما بيأذكر أحداث موزينة صارت أثناء المباراة ولا قبلها لا قبل المباراة فلعبوا المباراة تعادلنا وقبلنا الكويت عقب شهر كان فيه حب المنتخب أو ثاسابيل لكي يختارونه مرة ثانية أحد واصل المرحلة عشان الناس تفهم أنت واصل المرحلة ما تبيض منك منتخب خلاص 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 محبب قاع ياخذوني لعبوني ألعب لعب يقول حق المدرب لعب فلان لعب فلان لعب فلان لعب فلان فلان أعتذر عندي كذا عندي مشاكل مثلا اي قاعد كان يقولون والله إحنا بس حدنا 21 لاط 21 لاط الحين حين اللي موجودين 26 لاط يعني فيه خمسة احنا ما يسير 21 لاط كل منتخب يروح 26 لاط أذكر إذا ما سكان يوسف سويض بيانا بعد خذو فإحنا فلان 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 إحنا ما قصرت ومشكورين إن شاء الله اليأيات تصير شذي وإن شاء الله ما تفهم أنا قاعد لك أنا قاعد لك لا تأخذوني ولا أبي المنتخب تفهم لا تأخذوني يا أخي المهم قاحوا العذو وردوا وأنا الحمد لله يعني أنا قاعد أفرض نفسي المشكلة حتى في الدوري أوتاسيلي وذكرت أي واذكرة ورين أوتاسيلي لما جاء أوتاسيلي اللوح البرازيلي في بطولة صداق والسلام صداق والسلام اختارني اختارني وخفت إن المدرب هذا قرقي عام بعد والله زيد فدشيت وكمل حطني أساسي فريقة تشكيل الأساسي نلعب تحت نفسيا يعني يعطاك جوك يعني يعطيك كأنك لعب حر تحت تأس الحربة تنزل وتستل وتقوي سبحان الله تعورت عشان بالأنك الكسر واحد من اللعبين بالتمرين ستركوا وانشان وحسوا بطقة طلعت قوي ممشلوني ورمت هذا الإصابة ايه عرفت أنه ما رح أقدر طلعت من ذاك اليوم ما رضيت المنتخب خلص لما صار الغزو طبعا همي طاعت عن الكرة طديت مثل ثلاثة وتسعين صحيح أنا بيني وبيني فكرت في نفسي قلت أنا سنين هذه اللي قاعد ألعبها وكل هالفترة هذه أقل خلنا أسوي لمباراة اعتزال أني أرد المنتخب سوي لمباراة اعتزال في المنتخب وخاص تختم مشوارك مع المنتخب وختام إليك فقاعد يختاروني أفضل 11 لاعب صحيح كنت في ذاك الفترة سنة سنتين هذا كان لغة نفسك لغة نفسك المنتخب عندها فلسفة أنها بلاعب يركض لعب بدني ولعب 4-5-1 لا يقع عالي بس يعوض النقص المهاري الفني بالجرى لياقع نعم فرغم أن يختاروني ما أختارني منتخب شراء من أفضل لعدي منتخب وعند خبرة عندك ما أختاروني إلى أن وصلنا إلى مرحلة ما تشعر ما رايك نحط لك صور تعلق عليها أبو أحمد فق أبو أحط لك صورة الشهيد بإذن الله الشيخ فهيد أحمد شو تقول عنك والله دعمني ذكرتها ترحم عليه الله يخفر لا موت رجل يعني حضور قوي أنت إذا تروح كمنتخب في أفضل أحمد هو يرحمها غير لما تروح بأي واحد ثاني نعم كله انتحادات أخواء الرؤساء الانتحادات صحيح بس حضور الشيخ في أفضل أحمد غير غير منتخب أما يحضر بأي الشيخ في أفضل أحمد هو يرحمها غير حتى علاميا غير غير تحس العلام غير داخلين خارجيا غير حضور قوي يعني مو شي سهل مرجلة يا أخي ولا يهون ولا الجميع تختلف تتفق أنت شوف الله يتزاك خير اختلفت معه كثير أثناء اللغاء حين أنت تكلم لكن تحفظ لهذا الويندي لا الله يرحمه لا وبالعكس هو ترى محبل اللعبين قريب مصيط والله كذلنا نقعد نطالق متواضع هي لعبون جنجفة ينطق ينطق يطق طبعا مصطرة رب الكعدة هو حين خسر أرى اللعبة هذه لما يخسر طق طعم مستحيل وطقونا صنج ولا طق لا والله رب الكعدة تكفى تذكر لي ياها بس ما شاء الله الله يسكن الجنة يده ما شاء الله رجل الله يرحمه يسكن الجنة المهم كذين كان يطق واحد من اللاعفين قال يا النه لا هاي هاي طقة ترجع هاي هاي طقة ترجع لما قنس عليه كان يلسبه طق بعد طق ثاني طق والله الله يرحمه الله يرحمه ما يحسسك إنه شيخ واشمرة وتطنس تواضع المرجلة ومن تحت لتحت يساعد اللاعبين اللاعب محتاج مواطف خاصة ونفسيا نفسيا يعرف يتعامل اللاعبين أنا ما بيأذكر اللاعب من اللاعبين ما بيأذكر اسمه بس شوف اللي صار لاعب من اللاعبين أحد اللاعبين ما عنده يقابل نفسه واضح ف كله مرتب يعني تعرف علم النفس حمى ما قبل البداية حمى البداية صحيح ما بعد البداية هذا بالنفس الرياضي فهو قال حمى صايبته قبل بيوم كامل قبل يرجف صحيح صحيح أذكر كان فيه مباراة مباشر وقال له راح تلعب ما ينام سهران شو ولا الله رحمه الشيخ دره يدري يعرفونه كلهم اي ولا بالليل كان يقول وين فلان كان يقول أنا أنظر وقت وحمد كان يقول له تعال هذا المال في الصيصة لك نفسيا الصيصة لك مقري فيه الماء مقري فيه وراح تحس بطاقة قوية هل مهم خد الماء وشرب مباشر الصبح مجمعا أحسني قوي ورب الكعبة لاعب من لاعبين كله يشتكي أنا متعور أنا كذا ما يسوه الله يرحمه محمد سالم اتفقوا يا الشيخ قال له قال حق الشيخ سيبوا علي أنا أعرف شي قال له هذا الكريم جاي بينا من ألمانيا حق الإصابة الإصابات هذه بسرعة تشافيها بسرعة بس أنت لا تشيلها حط عليك يوم كامل من باشر شيلها طبعا اللي حاط له نيفيا كريم نيفيا وحاط له عطر أو شي شخص عشان يضيع يفرقها وحط له قطاس وينزقها على الأنكل وينفها قام الصوح مباشر جمعا راح الحوار نيفيا والله العظيم يعني الشيخ انتبه يعني يعرف عقلي وترى بحط لك بعد شيخ أحمد الفهد اللي يقول نوعا ما خذ شوية بالأمور التعامل النفسي مع اللاعبين نوعا ما نقول ونوعا ما تعدى الشهيد الله يرحمه مسكن الجنة الشيخ بعد لحب تعدى ملعبها الأمور النفسية تعدى شو تقول عنه أبو فهد والله أين السيح بفهد وشخصية تقعدوا تقول أنا أحب واحد له صحيح من كثر حبابته وبصابته وسهولته هو أخذ إرث تريك ثقيلة بعد رفز تريك ثقيلة أبوه الله يرحمه سمعة الشيخ فهد الله يرحمه مكانته انفعته وهي ثقيلة عليه لا شك ان الشيخ بهد إرث تاريخي نفع الشيخ أحمد حتى على مستوى العالم يقول مو المستوى المناصب الخليج لا مستوى العالم لقى تعاطف لقى دعم تأييد المملكة العربة السعودية صحيح العظمة لا شك انها كانت دعم كبير صحيح في استعادة رياضة الكويتية واحتواء دعم الشيخ أحمد نعم الشيخ أحمد أنا أقول لك من الشيخ اللي فرط نفسه بذراعة بذراعة ما كان عنده منصب ترى ولا شيء لا رأسة نادي ولا عضوية نادي هابد هابد هالحبابة ومحبة الكويت وودي يشتغل وودي يسوي شيء وودي يسوي نجاز وكان لي احتكاقوا موقف ترى استدمت وياه شوي بس هدوء أي مناسبة كانت بطولة أو معسكرة كنا قبل كاس الخليج كنا معسكرة في لندن كاس خيج اللي بعمان ايه اي نعم كنا أي حين وانا كان الله يذكر بالخير ما تشاء الله ما تشاء الله وهو فلسفته في التدريب انه ما يعطي جرعات تدريبية كبيرة مو بدني فنيا اكثر الرجل يعطيك ساعة ونص تدريب باليوم وخلص احنا كنا مخدر طاحة شار كامل وراء دوت الخليج فبالروح معسكر يمكن 25 يوم او 21 يوم ناسي انا فاش يسوي نفس السيستم لا انت اليوم يبيلك صبح عصر اي اعداد ترفع راك دورة خليج يعني ايه مدرب يعني مراضي يستوعب او قد يكون وجهتنا طال انه شدي انا من هالباب صار السدم قلت له احنا منتخب منتخبات الجاية دورة خليج العامل للنفس يأثر تأثير كبير ما فيه فريق قوي فريق ضعيف صحيح فانت اذا ما صارت الياختك فت من البداية راح تحسنك ما تشيل نفسك لانه ضغط نفسي هذا انت يا ابو احمد مواجه ما تشاء الله قال لا انا مدرب لا تعلمني كاذا تمام من الامور اللي ابي اذكر هو قال اذكر جاني جاسم يعقوب لعبوا اياي بشار اول مباراودية منتخب بشار صغير 19 سنة عمره بشار موالدي 77 نعم 19 سنة كنا بعد المنتخب الولمبي مباشرة 17 سنة 19 سنة مستحيل ابي يصير حسن اللعب بالمباراة يبي لا فرصة بعد المهم لعب اشياء رتبك يعني انت تخيل اللعب يبي يغير اللعب الجهة الثانية تلف الكرة عليك مرة مرتين زعل عصب بسرعة عصب عليك اه اه او جاني سحبوا يطلع بره اه الاطور اللعب صغير اعطى فرصة تحبط يعني شاء الله قبل بالليل ديش علي جاسم أقول قال لي يا محوض كابتن يدي رد بشارك او رب الكعب قال ما بي هذا ما بي قالوا لي قالوا لي قالوا لي ضيب احنا نشوفه نتخبل أولمو كان هو مويز شنو قالوا لي قالوا لي هيصير شاء الله نروح له وقعده يمكن والله كثير من اللعبين ما يدرون والله أنا ترى ولكن أنا اللي كلمني جاسم يعقوب رجل حكيم انه كان يبي يرد ان شاء الله لهذه الدرجة ايه رجل حكيم جاسم يعقوب يعني شو شو ما نحل الأمور بدون فرصة والله أبو أحمد احنا قلت تكلم انت يبطار ما تشاء الله أنا حاط لك صورة ما تشاء الله تتكلم عنها لأن مرحلة مهمة بفترتك الأخيرة المنتخب ف لا لا كابتن انت ما تبي خلوا إيانا هذا لعب ممتاز لا تكسرها يعني راح ينفعنا والله ينفع عندها مكانيات وعندها مهارات خلوا إيانا ما تبي تلعب لا تلعب بس لا يرد الكويت راح أحباط ممكن ينتهي أرجوك أرجوك خلاص بس أنا ما بي قلت خلاص لا تبي ما تبي خلين تتلعب تقسيمة ما يلعب يمكن مرات يا أحباط وأنت تلدي من لعب هذا سنة سنتين مشروع لاعب راح يفيدك لاعب عندها مكانيات صحيح وأنا كنت أقول له هل تضايق جد حيلك والله راح يجي يوم راح تلعب هل تضايق بلا عادي كيف تنصبير خلقوا إيانا صحيح مهم وإيانا وإيانا بالمناسبة سيتها أنا أطرق لما ما شاء الله أختار المنتخب هذه سيتها أذكرها أنا كنت بالنادي تمرن ليش علي مدرب الكبير أخونا عالشمري عالشمري ترى من أنا وجاءت مدرب من أفضل مدربين في تاريخ الكل لكن ما أعطي فرصة فنيا فنيا سابق وقته سابق وقته حيل مو شوي بعد وهو صاحب اللي برو اللي دشي هجم معقول ورب الكعدة اللي قاعد يطبخها حاليا صال لموسمين قوارديولا اللي برو اللي هجم محمد مجاهد كان لي برو محمد أديلم محمد مجاهد محمد مجاهد محمد مجاهد فنان نعم أترول أخونا ضيحي في عرف يغطي صحي وهو اللي هجم يصير منه يبقى الأثنين بدر مساعد وأديلم أو جمال بدر مساعد فهذا يدش يروح بالهجمة وكذا مرة يدش على القوة دق قال لي ما اتشاء الله اختاروا المنتخب ودق عليه قال أبي خاتش ليم يجيني هالحين ناديك هابن رحت له اجتمعت وياه مع جمال الله يرحمه الله يرحمه وفاهد حبيب وفاهد الله يغفر الله يغفر له ويرحمه ونعم الرجل خلق نعم والله ما تسمع منه الكلمة الشيئة على كثير طاقك وياه بالملعب الله يرحمه وليتكلم ولا كلمة قالت يا ماتش قال أنا نحن نتدرب منتخب وأنا قلت حبل الشمري يناديك أنا بقعد وياك من الحين عشان نتفق أنا أحتاجك سنة كاملة مع المنتخب أنا أحتاجك style أنت تلعب فيه أنا أحتاجه ومع أن الاتحاد ما يبونك شذي قال قالها لك بشكل صريح واضح ما عنده لفيدور واضح مع أن الاتحاد ما يبونك يقول يسوي مشاكل اللي واجه صار يسوي مشاكل ماذا بس بو أحمد ما مفروض أنت تهدي لا أنا هديت بس أنها مرحلة شباب أنت اليوم مرحلة شباب طبعا لحين أنت المرحلة الأخيرة هذه مرحلة الخبرة خلاص أنت يفترض فرص أعضي عليك بسبب لا أنت لحين عندك طموح لأنك تلعب بالمنتخب تبي تعتزل فقال لك الاتحاد ما يبونك قال مع الاتحاد ما يبونك أنا مختنع فيك من أحسن لاعبي بالكويت أنا قناعتي الشخصية الستايل اللي تلعب فيه يناسب ني فأبيك تشد حيلك إياه تمر أنا عمري الآن أربعة وثلاث ما أنتظر فرصة أنا ما أقبل أن أقعد على الخب إذا أقعد على الخب ما أروح المتخب من الحين أقول لك ما ألتح نوعا ما أبو أحمد حطيتش نوعا ما ما أقول الشرط بس نقول خط أن أنا تبيني ألعب إي أنت ليش ما أخذني أمو ما أقول هالعمر أربعة وثلاث سنة وكل هذه الخبرة وأداي الحمد لله متاس بالدوري صحيح تقول لي على الخب أنا لا أطل فرصة صحيح قال لي أنا أتفق إياك بس أول مبارة في المنتخب الشطور المراحلة أتخلص وكي قال ألعب بالفريق الذي كان المنتخب أتخلص محفظ وين الذي انتهى مراحلة لبنالفتسكي بالضبط لا برات سوريا أتكر عبوا القيم الأول 0-0 للشيطان القيم الثاني حطيت قرن وصنعت قرن بالنبرة بدأت تغوي بوحب قلت لا أنا راح أوريك راح أوريك أنا بالملعب راح أثبت نفسي وألعب بس ما قرن مبارة الثانية وإيران حطيت قرن صنعت قرن راحنا لبنان اللي هي الهدف اللي عرضنا مساء حطيت وعوص كنت الحمد لله أنا وبدأ حج أتكر ما كنا نجوم فيصل برقبة جدامك كنا نجوم بره أنا كنت لعب تقريبا فريق هذا هذا الشيء لنصبك فالحمد الله لبنان تأهلنا تأهلنا الوقت اللي كان كان لبنان سبحان الله وقتها ذات كان قوي يعني قوي قوي وأذكر تأهلنا تستعى لبنان ذهابوا وياب الأحياب تعادلنا صف صف حتى الـ 2-0 اللي حطها فواز بخيت كانت أي مبارات نفس تسخيط هذه كأس العالم أي لكن هذه كانت المبارات مالت كأس آسيا حسمتوها بلبنان خلاص حتى لو الخسروا هي مع 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 مشكلة ققناع منها انتهى المقر ف لما رجعنا لكويت وثبت نفسي احنا لما كنا في المعسكر حقبها طبعا احنا حق دورة الخليج هقولك الاشكالية هادة اللي صارت انها ما يدرب بدنيا الرجل ما يركز على الجنب يعني فصارت مشكلة هو تحسس مني وين عبدالله وبراني مدرب هي لعبنا اول مبارات ثم بعدين قطنا حالخط مزاجي مشكلة عصب اذا عصب يقطق انا ما عندي مشكلة ويحزب اني انا بتحسس لما قطني على الخط لاني انا مدرك اذا بتستمر راح اقدم اعتذار وامشي لانا لانا حاط لحد من البداية خلاص فكانوا عندي اللاعبين فواز عبدالله وبران مروي بدر حجي كانوا قاعدين ورفتي انا فقلت انا يا جماعة ترى مو احبتكم احنا اذا نستمر على التدريب هذا ترى مستوانا مرحكم وانا مزعل من قطني على الخط لا انا لازم تصحح الوضع اذا لم تصحح انا سأقدم اعتذار وارجع الكويت تقصد تصحيح الوضع له التدريب جرعات التدريب ايه انا سأقدم احد من قاعدين قال هذا مدرب وليس قلت لا لا احنا بعدنا انا من كارلوس البرتو دربنا منتخب الشباب وانتنازل لما الحين الحين مو احنا صغر احنا معسكر تروح ترد وزنك ما نزال والله ايه هذا احد مقاييس التدريب حلقة الينزل الوزن بالتدريب تروح تعوضه بالاكل مثلا صحيح صحيح قوم واحد الكلام هذا المغرب نقل خبر احد بالوطن اوه واحد من اللاعبين ايه انا متأكد ان انا واحد من اللاعبين ايه وطن منباشر الصبح ما نشد اوه كابتن تخب سوف يقدم اعتذار اللوهو خالص ليم ايه والصبح عندنا تمرين لا كان فيه مبارات وردها ايه مع فريق انجليزي وديه بالمعسكر ايه اينا فان جاس في عقوب تبق عليه الباب جاس في عقوب بس تذكر لي بو احمد من قوار دكر اسمه شنو كان منصب رئيس وفد لا كان ادار امدير المنتخب ايه ادار 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 كان عبد الحميد عبد الحميد محمد ايه اين ادار بطلاء ايه ادار 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 من ادار ادار الامد جاسم غريب من اللاعبين اين تواضع النفسية نعم فقال لي كابتن أنت مصرح قلت لا قلت ليش قالت حارة تدقين علي مقروب الدنيا شوان تقول بتقدم اعتذار نزيل قلت والله ما قلت أنا قلت حق للاعبين بيني وبينه بقدر يستمر وقع شي دي رح أقدم اعتذار أنا ما قدمت واتصالت بلوق قلت أبدا تسريب اي اي هذا للأسف يحصل يا أبو أحمد وأنت تدري طبعا صح بعض اللاعبين صح اليوم طبعا يا شيخ أحمد الفهن ياكم بنفس اليوم جاء على طول المباراة احنا نباري فريق أظن درجة رابعة أو ثالثة مباراة بياه المدرب عصب علي أنا وعبد الله أوران كانت طنع الخط قاعدين ولا بالنا رح يلعبنا أنا متأكد يعني شيء بس لنا لازم يتغير حب شك شك أنا وعبد الله أوران وقال طاني مبارا طقونا واحد صفر فريق خردة واحد صفر طقونا المهم تاتي بورا صعد يعني الباص شيخ أحمد وجه أسوال مع الصف مبين شنو هذا شنو هذا هذا مستوى هذا مستوى من تخب الكويت فريق ضايخ شو هم بعدين يتسو أنتم تغسل خريج تضايق نعم هل مهم ردينا؟ قالت اجتماع توصلون تغسلون اجتماع بس اللاعبين يقصد؟ بدون الإدارة بدون أي حد بدون المدرب بدون المدرب يتين بس آآ 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 صلت ومنهم قاعد اجتماعنا جاب له قابتن الفريق نعم نعم فقام يتكلم هو مستوى كو موزين شنو هالفريق باتش وراء وبراء اليمن ما هو اسمها؟ سعورية السعودية بعزم كارثة نعم كارثة أي منتخبات صخر صحيح صحيح قطر كان قوي سعودية حتى عمان كان مميز حتى البحرين مميز كل كان مميز صحيح ذاك الجيل كان كل مميز وانت 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 وحنا بكسرنا وان المم كان قطلة نقزة علي فاضحة قال وانا أقولكم اللي يريد أن يقدم اعتذار ترى الباب مفتوح يقدم اعتذار والرحب فيه ما عندنا مشكلة كويت ما تظهر على العالم كلاما صح وهذا الكلام صحيح طبعا نحن نقتنع المهم صارت قلبي هذا انت بترد انت ارد المهم خلص كان حين خلصت بسمع منكم مت مشكور بفاهد على جيدك والحمد لله انك شفت المنتخل شفت المستوى اليوم شوف ياكو فاهد انا يمكن خنيا افهم منك اداريا افهم منك معني انا اتخصصي ادار دراستك لكن انا اقول انت رجل افهم شوف بفاهد الكويت ما توقف على الوزير ولا توقف على الاستحاد والحمد لله الكويت ماشية عسى الله يديمها يعزها لكن تدري مفاهد شنو اللي يدوم يبقى انك تسجل هالبلد انجاز ان يكون لك انجاز بهالبلد تلقى امير يحط له انجاز الناس تذكره صحيح رئيس اتحاد يحط انجاز الناس تذكره صحيح تاريخ الرياضي صحيح وانا ما لومك وفاهد انت ما حققت انجاز شدي كاش ما حققت انجاز انت ما ذكت الفرحة اللي رمى ردينا ب86 البحرين شلون الجمهور مسكر من المطار الى الصداقة والسلام مسكر الملعب الطريج كله جمهور ما ذكت الفرحة اللي احنا ذقناها يوم الناس والامير يقابلنا وهو يسمعك ايه ما لومك انك ما حققت انجاز بفاهد هذه دورة الخليج بالنسبة لنا حياء وموت لازم نستعيد مجد الكوركوتي وانا عندي طموح لازم نفوز كاس الخليج ومحقول احنا كاس الخليج سنة وتسعين قبل الأخير أربعة وتسعين قبل الأخير نازم فهد نحن نحق وانا اقولكم من الحين التمرين وانا تركنا غير تمرين منتخب حين بدت تتكلم معا فنية شنو الاشكاليات شنو الشكالة ولا 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 وانا صار لي سنين انا في المنتخب دي الشيط المنتخب وانا صغير اتخب شاب من ثمانين وانا احنا لحين بستة وتسعين ابو فهد ما مرض عليه كاس العالم كان والربع ثلاث فترات يتمرنون أيام فيصل الدخيل وجاسم يعقوب كاس العالم ثلاث فترات تخيل الصبح الظهر الساعة سبع بالله ثلاث فترات نحن نبفترتين بفهد اللي يقمو زينا نحن شلون نبين جاري الفرقات اللي يقعتها زينا واستعداتها زينا استمع منك لازم فترتين لازم نندق بفهد ممعقولة شان يقول أنا أول مرة بحياتي أسمع لاعب يروح يبي يندق هذا كل يابون راحة ويابون راحة ويابون فري قلت لا لا بفهد أنا هذا خلافي هي المدرب طرح هذا قال في أحد ثاني عندنا طبعا اللاعبين اللي كانوا تشكون عندي واذا ما تشاء الله ولا أحد يكلم ولا واحد يكلم صارت فيك أنت يا أبو حمد يجون كابتن فريغ عاد كيفك يجون يشيشونك يروح بزيء أنا لإني أنا متحمل المسؤولين أنا كابتن فريغ كابتن فريغ لاعب كابتن فريغ يعصب واذا لاعب كابتن فريغ نطقه لاعب نادي ثاني يعني يميز يقصد أنه قال يميز يتغشمه لعب كابتن فريغ ما يتغشمه إياه لا أحد لا تكلم لا أحد لا تكلم لا أحد لا تكلم جمال العقوب واقف لا يتكلم تكلم جمال العقوب تاجمه أنا أدري شنو قادي وأنا المدرب لا أحد يفرض علي ولا أحد يحط تشكيلته ولا أحد يفرض تمرين ولا سعاد تمرين أنا المدرب أنا مسؤول عن الفريق أنا أتحلم نسؤولية هذا كنت أكبر لا أرد علي أنا موت أتحلم نسؤولية ما خالد ترد علي بعد بوحد ايه ترد علي بالمنطق والعقل هذا الحين إذا أتكلم ويها ستصبح مشكلة صدار صحيح فأنا سويت حطيت وصي جمال 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 قلنا هو ما يخال المدرب تحملنا سوريا لكن ترى اللي خسر الكويت احنا اللي خسرنا الهزيمة على الكويت انت مدرب تستل المراتب وتمشي عقدك ممكن فلنا أنا معاك وتمشي احنا اللي تصير الحسرة بنفسنا صحيح نما أخذنا كاس الخليج ونقعد سنتين مضايقين احنا قلنا أنا من باب خبرتي احنا هذا كلامي لك جمال قل له ما ترى ما ترى ما ترى ما ترى يعرفش قال بوع منه و جمال الله يرحمه كان ذكي يعني لطفها شوي الله يغفر أنا أدري شو الله يغفر له فقال خلاص ما حد يفرب عليه شو ربحك أنا جمال جمال خلاص سكر الموضوع بس إنهم رحنا و يدق ندق قال هذا اللي تبونا هذا اللي ترى هذا اللي ترى و يدق ندق ساعتين الله و كم أي والعصر ساعة و نص هذه حد التكتير كله يعني طبق الأمور اللي طالبته فيها مع أبو فاهد الشيخ أحمد الفاهد عشر تيام باشر مبارات نوية توتنهام على ستاة توتنهام الرئيسي حلو و كانوا جايبين لعبي طالب جلبونا لعب نوية تعدل نويةهم وحد الكل وحد الكل أنا أذكر كان يلعب ضدنا المدافع الأسمر المصر نعم قلب الدفاع الله وكيلك هذا خطوة أنا خطوتين و خطوة بنية و سرعة و قوة شي قحد أبشر نعم شبنك سامه نعم نحن نشوفهم بتلفزيون صحيح جدامك شي خيال تعدل نويةهم نقوم بشم يوم تعدل نوية وستام سفر سفر بدأ يرتفع هذا شي اسمه الدور الممتاز نعم هذا السادس وهذا كان السابع هنا كان ويانا الأخضر بالريش الإعلامي الإعلامي الجزائري القدير أين أين وذكر رب الخير كان هو يصور ويانا كان يقول ما شاء الله فريقكم كان يقول أول الإمارات مستعدين الإمارات شبيه وسعودية حالك ها مطر طيب كان يقول شوه تشوف لقاء ويانا قلت تسجن قال لي أنت رح ناخد كاس الخليج أذكر هل أنت ذكرت ناخد كاس الخليج وإذا انتهت البطولة أبيك تكون قريبة عشان أقول لك تذكر فعلا رحنا الحمد لله وأخذنا كاس الخليج اللي شلت صور الشهيرة يمكن هذا الطموح يعني لي أقول ما انتهت كاس الخليج قالت لأبو فاد أنا قال لا كم مليون قلت والله أبو فاد ما أدر أنا سبحان الله بدرة الخليج وهذا موقف دايما يعني أذكر أسامة فيه حبيب نكتي مليس بس إنه صلب ما فيه مرجلة مرجلة وعبد الله قال لي ما أستشاء الله قبل دور الخليج كنا معسكر بالإمارات قال لي أنت أكبر لاعب وقعد تركب أكثر واحد وأول واحد وهذا أسامة صغير وقعد يركب قالت أعطي فرصة قال أعطي فرصة بس خليش تحييلها ألعب خليش تحييلها أنا محتاجة كان نادي أسامة بالليل عندي بالغرفة وعبد الله أبراه موجود يا أخي ندرب والله يريد لعبك أقسم وقال رب الكعب قال بس إنه مقعد يعطي من نفسه خلاص باجر باجر والله تشوف لي ما تحييله صار باجر تقسيم أجزيت كله طائف جديد كان يبقاني على أنكر على أنكر على أنكر ومنتبه كان في واحد كانت تذهب سرعة طويل قال له هذا أسلام قال له عواغ شان يشيلوني هلغفحت مثل تخيل أنت وصلت للمرحلة تبي بس تشار بدورة الخليج تبي تسوي شي هذا خمسين في المئة عطلني الحين خايف أني ما ألعب أنت عورت فتضرائق ما تشاء الله جانا للغرفة مرتين حطها للجرفة يعني الأشياء صحيح نحن الماساك الرياضية قال له جو سامة قال له ما تفهم قال شي سوي أنت قلت شو تحيال لك شو أنا أقول له لا أكد شو تحيال لك على الصج ضايق لي ضايق شو تحيال رحنا وأنا حوار لعب خالد داود لعب يرمو بعدين صحيح أذكر أول مباراة البحرين بحرين اللي حسين الخضر يسجل كان يجيني تكتور حمد سالم الله الله قال مدرب عاوزك تلعب بكرة موضع قال له عاوزك تلعب بكرة ما فيه قال والله ما قدر حوار شان يجي المدرب وعند نجد منعي والك رب الخير هاي هاي شو لي شو لي يوارد كابتن مستو بلي تمور تمور مستو بلي يقول كابتن والله حوار قال أنا أرطب لك عند عبر الشهير محمد أنت أنت موافق تلعب تلعب وتودي ألعب 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 تلعب ألعب يقول أنني ألعب نحن في الملعب قبل مباراة ألعب ألعب الجهة هذه والجهة هذه فالبس سنتر شوي فأنا أشعر بخدار والحوار ما فيه هو معروف الله يغفر ألعب ألعب وألعب ما فيه إذا ألعب إذا ألعب سيت بألعب ألعب 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 محة الله يعني أنت تخاف أنه يزيد كان أشير له كانت تطلعني آخر من الساعة فزن صارت مباراة عمام طبعاً أنت الحين يبي لعبك قلت أنا فينا عوار والله فينا عوار صار في مضاعفات ما أنا قادر أني يعني اللي كنت أعطيه قبل ما أنا قادر أحمر عوار كان يقول لا ما عليك أنت أنت أوقف الملعب بالمتجر أوقف دعني أنت أوقف شوفوا الثغة شون قامت لكن أنا لا نسيها بقر أكيد أكيد صعب المهم ويطقني إبرة إبرتين كمين يصار كم قبل بداية مباراة بخمسة وربعين دقيقة كانت توقيت الإبرة غالب المهم أشينا سخنا لعبنا القيم الأول يوم انتهى أحس بحوارة تطبيق ثقيلة 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 قعد عرج يطالع المطالع يخصي ما تشعر أنا شيء طبعا مدرب ينتبه أفهم ثقيلة في أمام سالم يكن يكلم يكلم أهدي يكلم أنهم يقولون هم يقولون أخبروا لك أخبروا نعم أخبروا أخبروا صارت مبعفة المرأة بس الشيء طقوني في توقيت زين طقاني المرأة واحد صفر آخر في الساعة ولا أحس بالعوار حوار حوار يعني ظاهر هذا البنج لها مدة معينة لا مدة معينة صحيح المهم كان يطلعني طلعني تربطت أعتقد قلبوها اثنين واحد عليكم آخر ديكتين ثلاثة وربعين وخمسة وربعين كيف صار؟ لأن اللاعبين الله هديهم صار صراخ وسب ودخل ملعب مع الامراتيين صار فيه شد ايه حسين الخضري انطرد ايه وقت ابنه مرأة وطلعت أنا آخر ديكتين الساعة ايه خسر صار احباط بالتعويض يا مبارات سعودية الحين ايه تلحين ما عندك مجال مبارات سعودية ايه مبارات سعودية اذكر تصل فيني ما تشاء الله قال تعال عندي غرفة طبعا انتش عندها غرفة حفيسة ايه عرف ايه نقطس هذا ايه كرتون غيحة فائحة ايه 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 له محور الغزو العراقي ايه خاصين فهد اعتقد اللي هو رجل اسكري ايه رجل اسكري ايه نقيب في المغاوية ايه 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 صارك الله يغفرنا لا ابدأ لا يمكن انا اقسم يام اه اعسكريين كلمة ايه اصبح اصبح أصبح سبحان الله فائير الخميس اننا ثقين الله يرحم الله يرحم بدوانية شاي طالب شاي أقول قال لا معرقية هني حتى بابات صحيح وراء بيتنا هني ما المجلس التعاون كنا مستغربين صحيح ايه ما اشي سمونا سيطة درع الجزيرة درع الجزيرة لا درع الجزيرة هدولة اينا استانسنا سكتنا حديل ولا الله أقروبا احنا كان لنا شاب ما أدعينا سوينا وسوينا وسوينا أخي فهد الله يطول عمره كان عنده من الشجاعة والمواجهة اللي غاب عنه اسبوع كامل ما ندر وينه انه نحسبه القتل صار شيء ايه سبحان الله ولا فيه مكالمات ولا شيء ما تدر وينه حقب اسبوع جاءنا من البيت لديه لبسه نفسه اللي يطلع فيه صار شديد صار شديد صار شديد صار شديد ضائر فبدينا سوينا خليجة في البيت كاموا اجتمعون عندنا بعض الطباء منظر انهم شيخ عذبي شيخ عذبي الفهد حذ الفهد آه بطل أحد أحد أبطال الكويت اللي فعلا هذا حقه أبو أحمد على الأغل نقول الإشادات الإعلامية لا 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 أشوف أنا أحد الناس ولا تم تهميش هذا حقته بمحبة الناس أنا أحد الناس اللي أحبه هذا الأهم والله العظيم رجل كان فعلا يجاهد ضح كان يجيب السيارات ولا يهنون طبعا الجميع أبطال كثيرة من الكويت صحيح أنا أذكر لأنك كانت موضع الحدث اللي كان معك نعم يجيب سيارات مفخخة نروح نحطها في دوار العظام ويبدو أنه في زر بعد الثلساع وكلها جميع راقي الثلساع وتفجر ويرد وهو ساهم مساهم عظيمة صراحة الشيخ الله يبارك فيه ووفقه في الدنيا والآخرة وليد الفليج كان قريب منكم وطلب وطلب كانوا مجموعة ثانية في مجامعة هي الصورة الثانية نعم فجأة يوم من الأيام إحنا في الدوانية ولا الباب ينكسرون طف مطالع ولا يدشمع العراقيين شوتوننا وطقوننا وقاموا طقوا وقاموا طقوا طلعوا طلعوا وخون أهد نزل وفوق صرفونا أنا وعيال عم أحمد مطلق شليمي واطن طلال مطلق شليمي حبد العزيز مطلق شليمي شاري شليمي وآنا أخي ناصر ومحمد الله يرحمه الله يرحمه وفهد 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 خبطونا وققبونا فاص ما ندير ورحي تذكر أي شهر تقريبا شهر 11 لا شهر 9 ولا أواء الغزو شهر 9 وإحنا كان عندنا واحد سيطرة نقطة تفتيش يعني عراقي بس من شمال العراق كردي الشمال صب لكرات كردي صب لكرات كردي كان نتحاطف ويانا وعرف لي أنه أنت قالت ولعب نتخب يا معواد لا يسحبك درجال لا لا هذا زين ويانا ف قالوا أبوي ودوا لهم أكل عشان بس يفكونا من شرهم فقمنا ودوا لهم أكل بيّلوا الله بعينهم فجاء قال يقول دير بالكم ترى الاستخبارات يحومون على بيتكم في كلام كثير على بيتكم احنا حسبنا نجد بعد أسبوع ولا دف صارت الحادثة هذه واعتقلوكم ودونا شهر كامل نعتقلين آخر يوم يعني قبل الله نطلع هذا اللي أذكره طب كل يوم الطق والسد والتعذيب يوميا آخر يوم قعدنا أنا جديد مواجه هذا بعثي أخي فهد على يميني مربطين أنا مربطين أبوي علي سار الله يرحم فمربطين وهذا ويا عصر شبيرة شديدة فوقعت يمشي يمشي يطقبو بيهز النفسيا يبي أثر عليكم أنتم طبعا اعترفوا يا فيكم يا مالا فيكم أنتم يا فيكم أنتم كفوا مقاومة أنتم يقول أنا أنا ما نعرف المقاومة أنا شو المقاومة أنا كذا كنا عندنا ضد الصباح سبحان الله ما تصير لمر واحد بهالحالات هذه يعني شوية وتقول بس فقونا صحي لأن الموقف متعب ومزعج والوالدك الله يغفر له ينطق جدامكم الموقف ليس سهل المهم تعق حجز يطق يطق هذا أنا تلس بخفيف يعني أنا قلت عن وظيفتي ما تجذب عن ما ربي يحجي قلوا الصدق قلت زي زي قلت والله قل لك الصدق قل لي شو تب قل أنتو شنو منو رابعكم هذول يكرم يكرم السابق الكذا المقاومة والله ما أنا شغل بالمقاومة يا جلب جذاب أنا أوريك خطيئ هذا الشاي بخطيئ ودع يقول ما كف خط كف يقول خطيئ سبحان الله والله شوف يعني هما ما احترموا حتى الشي يعني ما رسوا الإذلال أن يذلون يعني خير أبو نومين شديد آه على بقنا وهذه حاتشين يصعد فوق غرب وي يعني سبحان الله والله قال قال مئة ملقاومة شو تبس آه نعم قهر الرجال هذا قهر الرجال شفنا نعم 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 قال خطيئ ودو شوف أنت وياه حرام بالحرم والله يحرم عليه الجنة يقول حرام بالحرم لأدمكم باشر الساعة تسع الصبح عليه وهذا قال عن مين يرده ما يرده إلا الله سبحان الله ساعة دنتين هذا الحج يحر قال الساعة الصبح يقول الممت علي الله يزيل فيه مال فيه منصلي الفجر فيه أنا صلي فيه كنت فيه معتقل هذا نعم هذا يعني قال من قلب يعني يا الله يرد أنك تموت يا الله يرد ذكرني شر فهد سبحان الله أخي فهد قاعد بالزاوية أنا قاعد بالزاوية ما نمنى بس استغفر الله تحاطي عدام تاريخ حياتك دفتر عشو شون السلبيات إجابيات كل شيء سويت يعني هذا يدبعك قابل الله خلاص سهلا سهلا فهد طول عمره كان عنده رباطة جرش شان يقول تدري أنا أحاطي أنوار بنته محبة ممتع لا أحاطي أنوار شفتها يعني مضايق بس موحي أنا كنت مهم الساعة خمس وصف الصبح فجر واللي طقعي الحارس الحارس زي ويان حظ كنا نعطي فلوس نعطي أكل وعرف أنه أنت ألعب ونتخل كان وكان يقول لي لطول صوتك والصلاحة يسمعون والله يشتلون ما يبيني يعني 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 نحن نطمئنين لحص صلاح كان تعاطف معاكم سبحان ماذا هو يهددنا والأجان لكن أم توفت لأن أعدم واحد ويانا كان موجود أين وهو طلع واحد واحد سبحانه هذكر وذكر العائلة بس ما بيتكلم منه أين الله يغفرنا فسبحان الله خذوا فهد حقوب شهر خذوا أم ويانا البصر سنتين بصر أين وبيتا رائق وبيتا رائق حيضا ويحاول يعرف من موجود هناك وممكن يدخل هناك فلوس كذا فلان خفاتي خفاتي حكم البصراء أو شيء يعرف واحد يعرف يعرف قال تعرف هذا قال لي يضرب عليها هنا يضرب عليها من ناحية هلة يقول أنا عرف ناس من طرف يكلمون راح أبوي البصر وهو ثاني عشان يطلعون فهد الشيخ عذبي يحفظ ويبارك فيه حط أبوي فلوس عطاه مبلغ عطاه مبلغ أنا ناسي هل هو عشر تلاف دولار ثلاثين ألف دولار أنا ما الحرب هذه علشان أن يعطي خده الفلوس وراح الأخ خده حاكل بصر أخذ الفلوس نقلا عن أبون يقول قال تابي ابن قال يا أبي ابن قال خلط الساعة ويجيب ولي يدش عليه فهد فهد أول معطرة كان في جامته ولي يعلم بجامته بس كان نظاف معذبين عادي يوم ردينا غد فهد قاعدنا شوي فهد قال لازم ألت حق برد حقب إحنا طلعنا من الكويت مشارح داعش لأن تأتينا عقب الحدث الذي حصل حقب الحد شيء لخونا استخبارات رايحين رادين داعشين بيت طالين حتى رحنا سكن في اليرموك ببيت الشيخ كنت وتنقلون يعني الشيخ أبي الشيخ أحمد المساك وزير الدفاع أحمد منصور الحمد سكن بيت الشيخ الله يرحم منصور الحمد كان بيت يرموك الطاق سكن فينا حشلة وقررت أن أبوي ما طلع والوالدة ما طلعت لجدتي مريضة الله يرحمها الله يرحمها فما رضونا ونكمل وقاعد وواصل هذا اللي تذكير عن الغزو أبي أخذ منك رأي حاسم أبو أحمد أمور تخص الغزو طلع معنا مصقر عبد الرضا عباس وتكلم وما أقول لك دافع وهو الرجل عشان كن دقيق بالنقل هنا أبو أحمد وهو نقل على كلامه معاي نقل على لسان عدنان درجال أن أنا كنت مهدد المسدس على راسي بما معنى أن أسرتي مهددة فأنا اضطريت أتصرف هذا التصرف يعني سرقت الكؤوس والأرشيف وملاحقة اللاعبين أبو أحمد أنت كنت بالغزو لك أكيد معلومات هالجانب هذا أبيك تحسمها أبو أحمد ولو بشكل مختص أنا أذكر نغلل عندك أنت يا أبو أحمد أنا ما احتكيت فيه إلا كلاعب ترى غيره ما لا احتفاق فيه مرحلة الغزو تكلم الجدل اللي حصل أذكر عادل عباس نعم اللاعب عادل عباس نعم هذا أخوي عادل عباس نعم والرجل هذا من أطيب أطيب الناس نعم هذا العباس قال لي أنا قاعد يدور علي أطيب انتشر هالكلام أنه كان يدور على بعض اللاعبين حرفت هيا هذا اللي حصل فعلا طيب أنت قال لي لك الكؤوس لماذا يدور على اللاعبين إذا كان أنت مسدس على رأسك اشتبوهم باللعبين نعم أنت يقدر يقول ما لقيت أحد مو موجود أحد مثلا لكن أنت قاعد دورهم نعم وهذا أنت تعلم فيها بوحد نقلا عن عدل عباس نعم نعم فهذا اللي تذكر عن المدعو عدناند رجال سامحنا طولنا عليك الله يعفظك لغاة لغاة طيب شرفنا فيك والأحد الله يصر الله يصر بإران بالسي في مالك واختصار تحاولت كثرة ما أقدر هذا اللي قدرنا عليك الحم بالله حلقة واحدة ما رح تكفي احنا احنا تشرفنا والله يا أمشاري نلتقي أمثال أمثال إخوان يا حبي معايتك الكريم الله يحفظك الله يبارك فيكم ويوفجكم في الدنيا والآخرة الله يلزاك خير وإحنا يعني إذا كان منك كلمة احنا ما لدينا إلا القويت يعني العداد الأخيرة اللي صارت بلغنان واللي صارت الغزر واللي صارت بإيران اللي يطلع يقول القاعدة واللي يطلع يقول باللدن والحين يطلع يقول حزب الله واللي يطلع يقول حق الله ما يشنو حسب الله نعم نحن كل الأحزاب والانتماءات هذه يجب أن توضع تحت التراء مع احترام لكل المسمية صحيح يبقى الكويت نعم أولا آذاني الكلام اللي قاعد أشوفه نعم يعني أزعجني فعلا من وغير الكويت اليوم شاهد عيان أمامك تخلوا عن كل هالجماعات هذه اللي كانت تدعمها لها مؤاخذة إيران وكانوا يتغنون بإيران ما نبيحنا شعب هالكبرنا انت شتت ونأخذ الغزو درس شيعة سنة هذولا بدوا هذولا ما دري شنو هذولا فيهم صحيح الغزو جمعنا بكل سلبيات سفناها حسن أخت أكلنا كل شيء بهالبلد والله الدبس من تهي صلاحيتها أربع شهور صحيح صحيح خبز شديابس ما أكله بس عايشين بالكويت ديرتك مكانك الحين إحنا ليش نختلف نسبب هالمشاكل وانتماءات خارجية الله يحفظك يا وحمد مشكور يخوض على الظهور في تفاصيل مع مشاري شرفت فيك والله يا حبيب شكراك حبيب Stolfe